يغير هذا الواقع إن كان واقعا سلبيا وتكلمنا في النقاط الماضي حول هذا المعنى الذي أرده الحق عز وجل من بين المعاني عندما يقف المرء بين يدي خالقه عز وجل ليقول له الحمد لله رب عالمين إذن ينظر الإنسان إلى هذا الواقع كواقع من الذين عيشوا ليه كالواقع الذي نعيشه اليوم واقعا متهزم نحمد الله عز وجل على أنه وابعا يمكن أن نغيره ويمكن أن نغيره بما يغذي خالقنا عز وجل وبدون أن نخرج عن القاعدة القصورية التي تقول در المفاسد مقدم على جلب المصارح أي واقع يعيشه الإنسان أي واقع يعيشه الإنسان في مجتمعه في أمته في مصلته في عمله إن كان واقعا سلبيا فإذا هو واقعا يمكن أن يغيره هذا الإنسان ليس من المستغير الذي يقف أمامه الإنسان عاجزا فلا يختار من أساليب التغيير إلا أن يصد في الأرض الإنسان كل رمض يقوم به هذا الإنسان يلتغي به مرضى تخارقه عز وجل لا بد أن يعود فيه إلى كتاب ربنا لا بد أن يعود فيه إلى سنة نبيين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يهتدي بهما حتى لا يضل هذا الإنسان وحتى لا ينحرف هذا الإنسان فيقع هذا الإنسان في مطبات تظذب خالقه عز وجل وتسكت بارئه جل جلاله ولا يرضى الله عز وجل بنا عنه واقعا متأزما نعيشه ولكننا كلما عشنا واقعا متأزما إلا ونترك الحلول فقط بيد السازة دون أن نعود إلى علمائنا فأين علماء الأمة؟ لماذا نعيب ربي علماء الأمة؟ لماذا نقصي نصارح علماء الأمة؟ فالأمر والشام عام يخص القاسي والداني يخص الكبير والصغير يخص الرجل والمرأ فهو أفع كما نستطيع أن نعود فيه إلى ذلك المثل الذي ضربه لنا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم براضع السفينة ناس استهمت في وقوب هذه السفينة فئة جاءت عليها القرأة أنه يكونون أعلى السفينة وفئة المخرى جاءت عليهم القرأة أنهم يكونون في أسفل السفينة يعني قرأنا في الطابق السفينة متاع السفينة أما المجموعة والفئة لهي في أعلى السفينة إذا أرادوا ماء إذا حبوا الماء من البحر كل واحد منهم يستطيع من يهتي بدانه يستطيع تعماء ويوضيه في المخر فيأخذ من الماء ما شاء أما الفئة الثانية وهذا مثل في الحقيقة رائع ضربه لنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفئة المخرى والمجموعة الثانية التي هي في أسفل السفينة كلما أرادت الماء كلما أرادت الماء صعدت إلى أعلى السفينة وألقت بدروها في الماء قالوا والله كل من يحبوا الماء هاتفوا عرفوه ومطلبوا جيراننا والماء هو قريب منا احنا في أسفل السفينة في القاع ماذا لو ثقبنا السفينة وأدخبنا الماء هكذا من المنتج المستهلك على شبك الطالعين محفين من حال التحليل وتعبش طالين من غير من الجيران إذا ندف بأن نخرق هذه السفينة وأن نذقب هذه السفينة فيدخل إلينا الماء ربي ربي ونحترم هذا الربي ولكن لو ترك لهؤلاء أن يختاروا هذا الربي لطلبة السفينة ولذلك كان نزاما على من هم في أعلى السفينة أن يمنعوا من هم في أسفلها حتى لا يخرقوا هذه السفينة وحتى لا يضرط الجميع نحن في بلادنا وفي واقعنا سفينة راحلة وتشمعنا جميعا دون استثماء ولا نستثمي أحدا كبيرا أو صغيرا رجلا أو مرة سفينة بين غريقات آلة الجميع لذلك لابد أن يكون هناك ربي حصيف هناك ربي حكيم ينقذ بلادنا مما هي فيه أو من متاهة قد ترع فيه ربي يكون حكيما نعود فيه إلى أكمالنا نعود فيه إلى أصحاب الربي نعود فيه إلى أصحاب المشورة نعود فيه أيضا إلى علمي هذه الأمة حتى نستشيرهم في أمر العامة فهو ليس بالأمر الخاص لابد اليوم وأن نحن أمام هذا لتخطر المفزع نحن أمام خطر المفزع لما نقول أنه فيك ضراب عام يوم الثلطاش هذا خطر هذا خطر المصلحة مقدمة مصلحة البلاد مش مصلحتي ومصلحتي مش مصلحة جيئة أو جيئة مهما كانت هذه الجيئة مصلحة الناس هي قبل كل شيء مصلحة البلاد هي قبل كل شيء مش الناس تتحرك لأنه فم مصالح عند هؤلاء أو عند هؤلاء مصلحة أبناء هذا الوطن هي المقدمة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة هذا ربي عند الحكمات وعند أصحاب الرب السلام كانوا من الساسة أو من العلماء أو من الفلاسفة أو من أصحاب الرب المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ودينا عمرنا أنه لا ضرر ولا ضرار طبعاً لناشي نرجع نحن إلى ضرارة ثمائة وسبعين جاملة ثمائة وسبعين ماتت فيها ناس وريقت فيها دماء عطلت فيها مصالح الأسباب تختلف اليوم الأسباب اليوم ممكن أن نحلها بحوار سننجح إلى تعديد مصالح الناس والبلاد والعباد يمكن بمثلال الحوار لربي عز وجل علمنا أن نتحاور الله عز وجل حاور ملائنا الله عز وجل حاور عن البيض الأنبياء والرسل حاوروا كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم حاور حاور زعماء القريش مشري القريش النبي صلى الله عليه وسلم حاور زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم حاور أصحابه وخالفه الرقم ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي أصحابه رضوان الله تعالى عليه بجمعين إذاً عندنا ما يجمعنا وما يعني مصالحنا أكثر مما يفرقنا ومما يهدر أو يفسد مصالحنا فلماذا نهرع دائما إلا أنها الحلول الفاسية والشديدة التي تضحل الفزر والرغبة في قلوب البشر لماذا لا نهدأ لماذا لا نهدأ ويمكن أن نحل مشاكلا عبر الحوار دون الإجراع من أي جهة كانت لماذا لا نسعى في حوار هادي وحكيم نستطيع أن نخرج البلاد من عضوك الزجاجة عندنا أزمات وما نحن فيه اليوم يرجب كثيرا ويسوف كثيرا مصالح المعطرين والفقراء والمحتاجين أيضا مصالح الأغنياء الذين يريدون أن يستثمروا ويريدون أن يعملوا دون أن تتعطل مصارعهم لذلكم يا أيها الإخوة والأحبة نحن عندما نحمد الله عز وجل لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم عندما ننظر من الزوايا المشرقة عندما ننظر إلى الزوايا التي نظنها شرا للناس أن ننظر إليها على أنها زاوية المشرقة نتعلم منها أن الله تبارك وتعالى جعلها ممكنة الإصلاح وليست مستحيلة وأن الله تبارك وتعالى ممكننا من الإصلاح إن وجدت فينا الإرادة أم هذه التعندت وكالعناد لن نستفيد منه شيئا العناد لن نستفيد منه شيئا العناد هو أني بشي وصلنا إلى السفيدة الغالقة إلى السفيدة التي لن تستثني أحدا منا لا قاسيا ولا جانيا سوف نجتمع جميعا على الأذية ولذلكم أنا مثلكم رأيتم ما رأيتم من مشاهد مفزعة هذه المشاهد نراها بعد الثورة تذكروا كلكم في الأحياء بتاعنا هنا كيف الشباب كانوا يحرص بيوتنا وشبابنا كانوا وبهونا وكبارنا وصغارنا وإنسان الطيب التائب والقهوة والطعام وتعطي لك الشباب للناس اللي قاعدة ساهرة فهكي البلد وما تنساوش فهكي الشهر المبارك اللي الناس عبرت عن طبعنا فيما بيننا الناس عبرت عن المحبة عن الإخاع تصالحنا فيما بيننا فما بالنا اليوم نعود إلى هذه الشحناء ما بالنا اليوم نعود إلى هذه الضغيرة والضغائم رأيتم أشاهدك والله لا تنم إلا عن أحقاد وضغائم ميش كيفاش تسمح نفسك لما تز يدك وتغذي خوك كيفاش تسمح نفسك تغذي خوك وتراعي الدماء تسير من على رأسك الدماء قطت وجهه وتمزل تمر فيه منقع على الأرض دائر وهو مشير بالأعصار من قط فيه على رأسك ماذا تنتظر؟ أن يموت؟ وتعرفون من لاقى ربه عز وجل يوم القيامة وقد نعال على قتل مسلم ولو بنصف كلمة يؤذى به يوم القيامة وقد قُتم على جبنه آيس من رحمة الله آيس من رحمة الله لما تعاون على قتل مسلم لما تعاون على قتل الإنسان بني وهذا من علامات كيام الساعة قرر يموت الإنسان ولا يعلم في ماذا قتل لو أحياه ربه عز وجل وتسئل عنيش تقتلت يقول لك والله ما نعرف قتلهم ليس من علامات كيام الساعة والآخر الذي قتل لو تهلته لماذا قتلت أخاك يقول لك والله ما نعرف فكيت عملته قتلت ايه لماذا؟ شنوه التواعي؟ ربنا يا رب واحد ونبينا نبيل واحد صلى الله عليه وسلم وطرآننا واحد كثلتنا واحدة وطعننا واحد لغتنا واحدة إيماننا واحد عقيدتنا واحدة على شر الضبارم على شر الإحقار على شر الضرم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينهم محرمة فلا تطالب ربي القادر المنتظر الذي لا يسأل عما يفعل لا يظلم عبادي فهو العب وأمارنا أن نكون عادلين وأن لا يتعدل أحدنا على الآخر ولو بكلمة طالب ساعة الإنسان يجيها من حام سؤول ويتسببن في موت ثم يلاقي ربي عز وجل أنه أعاده على قتله أعاد الآخرين على قتله ننتقي ربي عز وجل هناك حلول هناك حلول سنبية وهناك حلول إيجابية عنده كل قضية كل أزمة يجبن المحرم على مستوى الفردي على مستوى المجتمع على مستوى الأسرة كل الحلول موجودة ولكن لماذا نختار من الحلول أسوأها؟ لماذا نختار من الحلول أخطارها؟ للتاريخ ما الحامش؟ أبو كي ناجه من الثمائية وسبعين؟ التاريخ ما الحامش؟ قال لك هدو ثماثين وخمسين قتيل وهناك رواية أول أربعمائة قتيل أولادنا وهدو كي حاملهم وكي أمهاتنا وإخواننا وشقاتنا فنحن نريم عن السعداد أن نعود إلى هذا أن نرى اليوم الأشلاك في الطريق أن نرى اليوم صالح الناس معقدة لا عليش إحنا مع عدو دهما علينا مبغر كل الحلول ممكن أن نجدها وأن نعمل لطرايانا وأن نخرج من عنط الزجاجة بإذن الله سبحانه وتعالى فائزين وبإذن الله سبحانه وتعالى منتصرين منتصرين على الفتر منتصرين على الجهد منتصرين على البطالة منتصرين على المرض هذه الأعداد حقيقية عليش نجعل من أخوي يا عدو ونأذينه وعليش نجعل مني عدو ويأذينه لماذا أستعديك؟ نجعل منك عدو تحير مني ومن تخلينيش نرقد الليل ولماذا تجعل مني أنا عدوا لك؟ ربما نحير من نطفع ليك ومن تخلينك نرقد الليل ألا يمكن أن تعيش في أمن وأمان؟ إيمانك محافز بهذا الأمن إيمانك محافز أن تكون مشعاً على الآخرين بالأمن والأمان من رأيك؟ هدك من رأيك؟ شعر بالتمأنينة مش بيوفي تتخل في في نفق؟ مظلم لن يسلم كثير من الناس نفق؟ الله سبحانه وتعالى تسأله عز وجل أن يقيل شر هذا النفق وأن يرحم هذه البلاد وأن يرحم العباد إنه عز وجل خير واسود الله لا تجعلنا في غمره ولا تخذنا على ذره ولا تجعلنا من الباطلين أقول قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكن فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له إرضام لمن جحد به وتفر وأشهد أن سيدنا وحميدنا وقرة عيننا محمداً عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر أرسلم الله تعالى إلى الناسياتك بشيرة ونذيرة اللهم صدي وسلم وذارف عليكم وعلى آله وأصحابه ومن تدعون بإحسان إلى اليوم الدين أيها الإخوة والأحبة الإنسان يختلط عن إلهامك وما عادش فرز بين الحقي والباطل وأحيالاً الإنسان فلما عادش عنده الملكة أو الخدرة على أن يميز بين الحلال وبين الحرام بين ما يأتي وما يضر النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أعطانا الوصفة النموية الربانية النبي صلى الله عليه وسلم فتن يبشر بفتن كقطع الليل المظلم فتن هوجاء تعصف بالإنسان حتى تجعل حتى تجعل الواحدة فينا الواحدة منا أن تجعل منه حارة لا ينري عنها شيء معاش يفرق من يمين وصاله النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم الحال هذه يعني هذا من أكثر من 14 قرن فالصحابة سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يخافوا أن هذه الفتن أن تدريب لهم يومئذ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شوحاً قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحل هذه الفتن بالناس النائم فيها النائم فيها括 خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من الواقف والواقف فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أنقضها مناش بحاجة إلى هذه الفتن عنا نقاص باشا لكن يمكن أن نحل لها بالعقل الحكمات على البلاد العقلات على البلاد خليوا العلماء يندمشوا لأذي المنظومة من أجل الإصلاح علماءنا ما الدين ديهم من أجل الإصلاح حتى لا نحيد عن كتاب ربنا ولا نحيد عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملنا هكا ربي سبحانه وتعالى إذا شينا وإذا حدنا ونمعفنا وتطرفنا وقلنا لا رد فعل انفعال انفعالك لازم يكون تحت القرآن انفعالك لازم يكون وردود فعلك تحت صنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عالف النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش عالف الصحابة رضوان الله تعالى عليها الأزمات وكيف أداروا الأزمات ونجحوا في إدارتها حتى خمدت الفتش نجحوا وعطاوا قواعد كبرى يمكن أن نعود فيها إلى علماء الأمة إلى علماء إلى علماء الزيتونة إلى دعاة علماء الزيتونة بلادنا فيها علماء وفهم وفكرين خلينا نستنير بنور فهمهم للقرآن الكريم وبنور فهمهم للسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كثير من المخارج يمكن لو الإنسان توارع لو الإنسان ما تكبرش لو الإنسان ما يكبرش الغلط يش بيه لغلط حتى الغلط وعن مربط لغلط ونصح بسماح من كل لو شبي أنا لما ناخر عليكم في الخطبة هذا خطأ ولابد أن أعتذن من إخواني مش عيد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أصحابه والصحابة فعلوا هذا ورجعوا هذا عمر على المنبر كنت رأى تم عجوز فرجلوا طلوا كتاشي سيدنا عمر يارجع سيدنا عمر الرجوع إلى الحق فضيلة نريد أن ننقذ بلا دنب اللهم أخذنا له يبدأ اللهم أخذنا له يبدأ اللهم أحمي بلا دنب اللهم أخذنا شر 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 فتن ما ظهر من هو ما ظهر اللهم أخذنا شر الظالمين بما شدنا وبيتشد اخذنا شر الحاحدين بما شدنا وبيتشد يا رب العالمين مام�� اللهم المرتب مام 허� Ajax بنا اللهمGR اللهم bakın بين قلوبنا اللهمicho اللهم لا يكت ميران المحبة في قلوبنا يا رب العالمين اللهمما إجمع عشنبلانا يا رب العالمين اجمع بيننا على الحق المبين يا رب العالمين اللهم salary ما طهر قلوبنا من الضرائه والأحباري يا رب العالمين اللهم 않은 Emily رحمة وهيد لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وجزما على البلاء صابرا اللهم جمعنا هذا جمع مرحومة. اجعل اللهم تفرق ولا ببعدي تفرقا مع صومة اللهم لا تشعب فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتعالنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شرنا مضيت كإنك تطضي بالحاكم ولا يقضى عليك تداردت ربنا وتعاليت اللهم أحكم دمائنا يا رب العالمين اللهم أحكم دمائنا يا رب العالمين اللهم أحمد دماء إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحمد دماء إخواننا في مصر اللهم أحمد دماء إخواننا في سوريا اللهم أحمد دماء إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم من أراد بالدنادنا خيرا توفقه لكل خير ومن أراد به خير ذلك فاجعل الله مجده في نحنه اللهم أشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه لكل خير وَمَنْ أَرَادَ بِهِمَا غَيْرَ ذَلِكَ فَجْعَلْ لَهُمَّ كَيْتَهُ فِي نَحْنَكِ بِرَحْمَكَ يَا أَحْمَى الْرَاحِبُونَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ نَا أَنِينَ آلِينَ أَنِينَ أَحْبُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عِلَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَطُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَانِ ذِي الْقُرْبَةِ وَإِنْهَى عَدْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُونَ وَاقِمُ الصَّلَاةِ